الى المشكلة القضائية حيث ان الاجراءات القانونية تأخذ فترات طويلة وقد تستغرق سنة او اكثر حتى يعرض المتهمون بجرائم الاهراب امام المحكمة وفي ظل هذه المشاكل فان المشكلة الاكبر التي يخشى منها هي تحول السجون الى اراضي خصبة لنشوء تنظيم جديد اكثر تطرفا من تنظيم داعش حيث اكد بعض المساجد ان عناصر من التنظيم يحاولون القيام بعمليات تجنيد من داخل السجون بناء على ما شاهدناه احبتي اذا هناك ما يبرر لهذه المخاوف اللي طرحناها من ان يعاد تدوير داعش تحت اي مسمى اخر وعلوان ارهابي جديد ما دامت الظروف مهيئة داخل هذه السجون فكل المقاومات لتنظيم ارهابي جديد متوفرة داخل هذه السجون والتي اصبحت حقيقة اشبه بالمحميات لهؤلاء فما دامت الاموال السعودية ودول ذات اجندات تخريبية لا تريد ان يستقر هذا البلد وينهض من جديد والاسباب شدة انت اختار بكيفك لا تحصى ولا تعد شا تحب تسميها تسميها تخريبية انتقامية سياسية اقتصادية امور تتعلق بمشروع القرن اشتركوا في القناة المترجم للقناة